وزان المدينة المغربية التاريخية وزان المدينة المنسية وزان دار الضمانة وزان المدينة الحصينة لأن ليس بها حانات وزان المدينة المغربية الوحيدة التي ليس بها أصوار لأنها تقع بين أشجار الزيتون وتحميها الزوايا ودار الضمانة وزان مدينة الشرفاء بامتياز تاريخ التأسيس يقول لك أن وزان دي قديمة جدا قدم الزمان لذلك يسموها المدينة التاريخية العريقة المدينة التاريخية العظيمة جدا وزان يقول لك أن تأسست وزان دي كان اسم أحد أبناء أباطرة الرومان لذلك هو اللي أسس أو تسمت على اسمه طب إيه سبب اسم وزان دي ليه تسمت وزان وزان يقول لك فيه ثلاث روايات السبب في اسم وزان الرواية الأولى يقول لك أن ابن أحد أباطرة الرومان كان اسمه أوزينوس عليها تسمت وزان الرواية التانية يقول لك أن كان فيه واحد اسمه عبد السلام كان عنده ميزان كان بيحطه في مدخل اللي هي وزان دي وكانوا الطجار بيوزنوا عنده ففضلت الكلمة إيه وزان 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 لحد ما بيجيت إيه وزان الرواية التالتة يقول لك أن ده اسم نهر صغير اسمه نهر صغير اسمه واد الزين أو واد زاز عليها سمية وزان طبيعي كيف دار الضمانة دي دار الضمانة يا سيدي كان يلجأ إليها الجناة أو المطلوبين من النظام وكانوا يدخلوا يحتموا بيها وكان ليهم ضمانة يعني محدش يقدر يتعدى على الحرمة بتاع هذه الدار اللي هي دار الضمانة ومن الحاجة التاريخية الغريبة إن عبد الكريم الخطابي شخصيا رحمه الله لجأ إلى دار الضمانة سنة 1926 في الزاوية الوزانية وقد حمية وكان يلجأ إليها المطلوبين من السلطان أو الخارجين عن القانون وكان ليها إيه دار الضمانة كان ليها هيبة وكان ليها حاجة عظمة جدا وحاجة رهيبة جدا طيب الزاوية الوزانية دي اللي هي أصبحت من أشهر الزاوية في العالم إيه الزاوية الوزانية دي ومن اللي أسسها إحنا نقول المغرب بلد الأولياء الزاوية الوزانية دي يا جماعة أسسها مولاي عبد الله الشريف من قبيلة بني عروس أسس الزاوية الوزانية على الطريقة الشزلية وكان ريول صالح من أمثال عبد السلام بن مشيش كده ومن أمثال سيد الحسن الشزلي هو أسسها على الطريقة الشزلية وأصبحت هذه الطريقة الوزانية مشهورة في جميع أنحاء العالم وتخرج منها علماء ولها مريدين ولها أدباع ولها أحباب في جميع أنحاء العالم عشان كده احنا رجعنا تاني نقول ايه المغرب بلد الشرفاء والمغرب بلد ايه بلد الزوايا وطبعا ما ننساش الجلباب الوزاني اللي هو أفخر وأفخم أنواع الجلباب أما عن أهل وزان أهل وزان دولة ناس ذات طبيعة خاصة ناس الكرم ناس التسامح ناس الأخلاق الناس اللي هما بيدخل في نفسيتهم شيء من التصوف نظرا للطبيعة المكانية اللي تربوا فيها يعني هما تربوا في جو من الصوفية تربوا في جو من الطبيعة والزاند بيحض بها أشجار الزيتون الناس كانوا زمان يبنوا أصوار عشان يحموا المدينة والزاند المدينة تكاد تكون المدينة الوحيدة في المغرب اللي مفاش أصوار ليه؟ كان ربنا هو اللي حميها كانوا الأولياء هما اللي حميينها كانت الزوايا هي اللي حميها فأهل وزاند طبعوا بطباع هذه المدينة فأصبحوا ناس يغلب عليهم طابع الصلاح وطابع العطاء وطابع الطيبة وطابع الإنسانية تحياتي لأهل وزاند جميعا هذه المدينة التاريخية الرائعة جدا نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل زيارتها ولقاء أهلها تحياتي لكم جميعا أهل وزان انشروا هذا الفيديو عن وزان ومن يجد معلومة يضيفها لنا فمرحبا وأهلا وسهلا كلنا بنتعلم من بعض تحياتي للمغرب أرضا وشعبا وملكا ولأهل وزان الطيبين الرائعين وشكرا